اشتركوا في القناة تحيات وتقدير اخيه صاحب الجلالة السلطان حاج حسن البلقي سلطان بروناي دار السلام الشقيقة وتمنياته الخالصة لشعب مملكة البحرين بالمزيد من الازدهار والتطور فيما كلفه جلالته بنقل تحياته وتمنياته لجلالة السلطان بموفور الصحة والسعادة ولشعبه الشقيق بدوام النماء والتقدم واشاد جلالته بعمق علاقات التعاون والاخوة الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في العديد من المجالات مؤكدا على اهمية تعزيز هذه العلاقات من خلال انشاء لجان المشتركة بين البلدين لتطوير وتنمية التعاون الثنائي المشترك في كافة المجالات واكد جلالته ان حرص المملكة على ترسيخ علاقاتها مع بروناي دار السلام في كافة المجالات وتعزيز اطر العمل المشترك خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية مشيدا جلالته بالنتائج الطيبة للزيارة الرسمية التي قام بها لبروناي دار السلام في عام 2017 والتي اجرى خلالها مباحثات هامة مع جلالة السلطان حاج حسن البلقية بهدف تطوير التنسيق المتبادل على كافة الصعود من جانبه هنأ الوزير الثاني لشؤون الخارجية في بروناي دار السلام جلالة الملك المفدى بالعيد الوطني المجيد وفوز منتخب البحرين ببطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم كما اعرض عن بالغ شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى ما يليه جلالته من حرص واهتمام بتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين والمضي بالعمل المشترك نحو افاق ارحب مؤكدا على اهمية هذه العلاقات والارتقاء بها الى افاق اكبر من التعاون والتنسيق المشترك لكل ما فيه خير وصالح البلدين الشقيقين